كرمت سعدة السيدة إيرانا بوكوفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أفضل خمس مدارس بحرينية منتسبة لليونسكو خلال العام الدراسي الجاري وذلك في حفل أقيم بصرح ميثاق العمل الوطني بحضور سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلين عن سبعين من المدارس المنتسبة لليونسكو أعربت إيرانا بوكوفا المدير العام لمنظمة اليونسكو عن تقديرها العميق للجهود المتميزة والمثمرة لمدارس مملكة البحرين من قيادات مدرسية ومعلمين مناسقين وطلبة ضمن هذه الشبكة العالمية من المدارس المنتسبة لليونسكو بما أسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها من توحيد للجهود الدولية في نشر قيم السلام والتسامح والعناية بالبيئة منوهة بدور وزارة التربية والتعليم فيما حققته مدارس المملكة من إنجاز مشرف أتوجه بالشكر إلى سعادة وزير التربية والتعليم لتنظيم هذه الفعالية هنا في هذا الصرح صرح المثاق الوطني لأنني أعلم كم هو رمزي لتاريخ مملكة البحرين وعتقدوا أن وجود كل هذه الأسماء يعني الكثير للبحرين وكون المدارس المنتسبة لليونسكو تنفذ احتفالها هنا في هذا الصرح الذي يشكل خلفية مهمة توثق تاريخ مملكة البحرين وقيم التنوع والتسامح اللذين يعدان قيما مهمة جدا إنني سعيدة إننا نعمل معا على مفهوم التربية للمواطنة والتربية من أجل التنمية المستدامة ويوجد أكثر من سبعين مدرسة في شبكتنا من مدارس البحرين وأرى أن هذا الأمر إنجاز رائع إن منظمة اليونسكو سعيدة وفخورة بأن تكون جزءا من هذا الإنجاز وبالطبع مشاهدة هؤلاء الأطفال من البنات والأولاد ممن لديهم طموحات بأن يكونوا مهندسين والرسامين وأيضا كل هؤلاء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا شك أن دمج الطلبة من هذه الفئة أمر مهم جدا حقيقة نانا سعيدة بوجودي هنا ثم قدمت الأستاذ لبن صليبيخ الأمين العام للجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة رئيسة لجنة مدارس مملكة البحرين المنتسبة لليونسكو عرضا عن أبرز مجالات التعاون بين المملكة والمنظمة ومنها جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم بعدها قامت السيدة بوكوفا يرافقها سعادة وزير التربية والتعليم بجولة في المعرض المصاحب للحفل حيث طلعت على عدد من مشاريع المدارس الحكومية والخاصة في إطار محور اليونسكو لهذا العام وهو التربية للتنمية المستدامة تغير المناخ معربة عن إعجابها بما تضمنته هذه المشاريع من أفكار متميزة للحفاظ على البيئة أما اليوم تكريم المدارس المنتسبة لمنظمة اليونسكو وهي مدارس من مملكة البحرين بذل الجهود طيبة ومشكورة من خلال التعاون مع المدارس في مختلف دول العالم وأيضا تجسيد مبادئ اليونسكو والقيمة التي تدعو إليها والبرامج التي تحثوا عليها كان هذا الاحتفال في هذا المبنى الذي يعتبر صرحا تعليميا تاريخيا يتضمن محطات مهمة في تاريخ مملكة البحرين تم تأسيسه بناء على توجهات ملكية سامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصبح اليوم فيما تناول أبناء الطلبة للطلاع على محطات مهمة من تاريخ مملكة البحرين والطلاع على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا البلد في ظل قيادته الحكيمة كما قامت بوكوفا بجولة في صرح ميثاق العمل الوطني حيث اطلعت على جانب من جدران الصرح المنحوتة عليها أسماء أكثر من 220 ألف مواطن ومواطنة ممن صوتوا على ميثاق العمل الوطني كما زارت عددا من قاعات العرض الرئيسة بالصرح والتي تبرز محطات مهمة من تاريخ وتراث مملكة البحرين